الإخلاص لشهداء أمانة في أعناق أجيال الاستقلال هكذا عنوانات افتتاحية الجيش الوطني الشعبي والتي استحضرت تضحيات الجسام للشعبي الجزائري ضد الاستعمار واسترجاعه لكرامته وحريته مؤكدة أن النعمة الحرية والأمنة التي تنعم بهما الجزائر اليوم لم تكن صدفة أو قدمت هبة وإنما هي محصلة تضحيات جسام وجهود أجيال متعاقبة استهلها الأمير عبد القادر واختتمها بمب العيد ورفاقه مجلة الجيش أبرزت أن نعمة الأمن أزعجت بعض من وصفتهم بالمعتوهين والمتهورين الذين يؤرقهم أمن بلادنا واستقرارها والتفاف الشعب حول مصاري بناء الجزائر الجديدة مستدلة برسالة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في كلمته للأمة بمناسبة الذكرى التاسع والخمسين لعيدي الاستقلال والشباب والتي أكد فيها أن الشعب الجزائري الذي أمن مسيرته المظفرة بميثاق مرجعية نوفمبر قادر على ضحض نوايا التوجهات المريبة ومناوراتها للنيل من أمن واستقرار البلاد وعازم على التصدي بقوة وحزم لكل من تسول له نفسه التطاولة على الجزائر القوية بشعبها وجيشها مجلة الجيش سلطة ترضى على المصاري التطويري للجيش الوطني الشعبي والتكوين النوعي والتمارين التكتيكية بالذخيرة الحية التي تعكسها الاحترافية العالية والكفاءة للإطارات والأفراد والتي أشرف على تنفيذها السيد الفريق السعيد الشنغريحة رئيس أركانيا الجيش الوطني الشعبي وبخصوص الظروف الأمنية غير المستقرة التي تعرفها منطقتنا الإقليمية أكدت المجلان أصحاب النوايا السيئة يعملون على تأجيج وتأزيم الوضع ومحاولة المساس بسمعة الجزائري وأمنها لتؤكد مجلة الجيش أن خطب سيد الفريق كان واضحا وجليا حيث حذر أشد التحذير كل من تسول له نفسه المريضة والمتعطشة للسلطة من مغبة المساس بسمعة وأمن الجزائر وأن الرد سيكون قاسيا وحاسما واختتمت المجلة مقالها بتحذير شبابنا ممن أسمتهم بكهنة معابد الفتنة الذين يتسابقون في تهديد بلادنا ونشر الإشاعات وحبكي الأكثيب وتثبيط الهمم مؤكدة أن كل مساعيهم تصب في خدمة أجندة أجنبية ضد الجزائر وشعبها وأن مآلها الفشل الذريع وتحت عنوان حملات عقيمة ونتائجها مفضوحة علقت مجلة الجيش على بعض وسائل الإعلام وأبواقي الفتنة عبر صفحاتها التحريضية التي تشنها ضد جيشنا الوطني الشعبي مؤكدة أن المتتبع يقتنع أن هذه الجهات تعيش حالة شاذة من الذعر والفسع ليس لها تفسير سوى أن الاستراتيجية المتبنات من قبل جيشنا ومواقفه المشرفة إذا آكذا من القضايا مجلة الجيش أوضحت أن الجزائر سيدة مواقفها وقراراتها ولا يسمح لأين كان حجمه أن يملي سياساته أو يقدم اقتراحاته للمؤسسة العسكرية